ممكن نتكلمنا في بداية الحلقة عن القاتل الصامت السايلانت كيلر ارتفاع ضغط الدم المفاجئ اللي بيصحبه ضيق في التنفس اللي بيصحبه أعراض كتير جدا لو أهملتها بالفعل بالفعل هيؤدي للوفاة هيؤدي مرة وعدك دهوء إن قلبك يقف من فترة طويلة بنسمع بنسمع أخبار كتير جدا عن وفاة شباب في سن صغير عن وفاة رياضيين بيلعبوا على التريد ميل في الجيم أزمة قلبية جلطة في القلب مات إيه اللي حصل يا جماعة ده كان لسه زي الفل ده كان مش عارف إيه أسئلة كتير جدا بتبقى في بالنا لم نبقاش فاهمين السبب العلمي والتفسير الطبي لهذا الأمر النهاردة في صواح الخير يا مصر خلينا نتعرف على أسباب القاتل الصامت على أسباب ارتفاع مرض ضغط الدم ما هي أهم الأعراض المصاحبة ليه لو حضرتك عندك أي أعرض من هذه الأعراض يريد تتابع هذه الفقرة باهتمام شديد مع حضرتكو هنكتب رشتة توعوية طبية هنتعامل معاها بكل حرص علشان نتجنب حدوث أي ده من خلال هذه الفقرة رحبه معنا بضفنا الدكتور الشريف عبدالهادي عميد معهد القلب الأسبق هنتكلم معه عن أمراض القلب عن ارتفاع ضغط الدم عن ضيق التنفس عن كل هذه الأشياء التي تصاحب القاتل الصامت اللي فجأة بيحصد أرواح شباب كتير جدا فسان وصمير أهلا بحركة دكتور ومنورنا في الصديو الصباح الخير أهلا بك يا فندم وصباح الخير يا مصر وصباح الخير على كل المشاهدين أهلا بحركة دكتور الشريف أهم الأعراض اللي بتشوفها دلوقتي يا دكتور واللي يعني انتشرت الفترة الأخيرة اللي بنشوفها دلوقتي كده على التايم لاين بتاع مواقع التواصل اجتماعي أهم هذه الأعراض اللي بتؤدي لهذه الوفاة المفاجأة طبعا هو الوفاة المفاجأة دي من الحاجات المفجئة المفجئة أو الحاجات اللي بتهزينا كلنا زي مهارتك قلت إن كنا معاهم بقى رحكة لسه بنكلمه فجأة آآ مش طب وقع ما آآ الوفاة المفاجأة دي كمان بتبقى يعني صدمة جديدة لما بتكون في صغار السن فحيح يعني إحنا لما حد بيتوفر سنه كبير فوق الستين السبعين دي حاجة آآ طبعي إنما بقى اللي أقل من 35 وشباب وبيمرسوا الرياضة وفجأة يحدث هذه الوفاة فدي طبعا صدمة شديدة وليها أسباب وهذه الأسباب ممكن لو إحنا عملنا بعض الاحتياطات ممكن نتجنب حدوث هذا الموت المفاجئ أولا الموت المفاجئ أو السكتة القلبية بتحدث نتيجة الحاجتين السبب الأولاني إن كهربة القلب تتوقف القلب ده بيشتغل زي العربية بالضبط فيه بطارية والبطارية دي طالع منها أسلاك وبتوزع الكهرباء على القلب بحيث إن القلب ينقبض وينبسط فيه تناغم بحيث يدفع الدم في الجسم كله زي البطارية لما ممكن يحدث فيها عطل ممكن يحدث عطل في الجزء اللي بيطلع كهربة القلب يؤدي إلى توقف القلب القلب لما بيتوقف الدم ما بيندفعش للجسم ما بيروحش ينمخ للرئة القلب نفسه في الآخر الإنسان بيتوفى ممكن الوفاة تكون نتيجة لسبب تاني غير توقف القلب إنه بيحدث حاجة اسمها رجفة بطينية يعني القلب بينقبض وينبسط يحدث بقى إنه بدل ما بينقبض القلب نفسه يحدث فيه رعشة أو ارتجافة فذا ما بيتفعش الدم ده برضو بيؤدي إلى السكتة القلبية بس سكتة القلبية الكهرباء بتطقطع يهب يحدث ارتجاف وفي النهاية دول بيؤدوا إلى الوفاة ليهم أسباب كثيرة أولا ممكن يكون فيه عيب خلقي في القلب واحد مولود وعنده عيب خلقي في القلب عنده مشكلة في الصمام صمام صمام عنده صمام ديئ ده يؤدي إلى حدوث وفاة مفاجئة ممكن واحد عنده اختلال في كهربة القلب الاختلال في كهربة القلب ده يؤدي إلى حدوث وفاة مفاجئة ممكن بعض الأدوية بتؤدي إلى حدوث وفاة مفاجأة زي أدوية الاكتئاب الأدوية المضادات للهستامين بعض الأدوية المضادات الحيوية ليه بقى يا رب ويمكن دي بتؤدي إلى التأثير على ضربات القلب وكهربة القلب وإحنا كان فيه سبب أثناء الكورونا كنا الناس بتأخذ الأدوية وبتأخذ المضادات الحيوية وبنبص نلاقي أنه حدث للمريض اللي عنده كورونا وهو كويس وبيروح وحالته منتظمة فجأة يموت وجدنا أنه هناك في هؤلاء المرضى اللي حدث فيهم وفاة مفاجأة كانوا بيتاخدوا نوع معين من المضادات الحيوية ده بيؤثر على كهربة القلب وعشان كده كنا بنقول أن هذا النوع علشان المريض يستخدمه لازم يعمل رسم قلب قبلها ونشوف بنقيس حاجات في رسم القلب بحيث أنها لو هي طويلة ما نديش هذا الدواء لأنه ده ممكن يؤدي إلى سكتة قلبي فهناك أسباب كثيرة طيب هل السكتة القلبية دي ممكن تحدث فجأة بدون أي أعراض خالص آه ممكن تحدث طيب هل في أعراض ممكن تحدث أو مؤشرات بحيث أنها تقول لنا خد بالك أنت ممكن يحدث ليك سكتة قلبية مفاجأة أيوة زي إيه؟ واحد عنده تاريخ مرضي لأريبه والده عمه والدته مات فجأة ده بيبقى مؤشر واحد بيعمل رياضة وبيمرس رياضة ويلاقي نفسه أنه جاله إعياء وحيغم عليه وفي بعض الأحيان بيفقد الوعي وهو ما هوش عارف إيه السبب ده بيبقى مؤشر أنه ممكن يجي له سكتة قلبية مفاجأة واحد لما بيعمل مجهود يحس بألم في صدره ده مؤشر واحد لما بيعمل مجهود بينهج ده مؤشر كل هذه المؤشرات بتخلينا نقول أنه إحنا لازم نعمل فحص طبي عشان لو فيه سبب موجود أنه إحنا نعلم كل ده ليه علاقة بارتفاع دقت الدم يا دكتور؟ ليه علاقة بحاجات كتير جدا إنما الناس اللي أنا بنصح ومن خلال البرنامج أنه أي واحد وخاصة الشباب أي قبل ما يمارس أي رياضة أنه يعمل فحص طبي للقلب وعلى الأقل يعمل رسم قلب بحيث أنه هو لو فيه أي سبب من الأسباب اللي تؤدي إلى الوفاة المفاجأة إن إحنا نقدر نكتشفها عنده عيب خلقي عنده مشكلة في كهربة القلب عنده أي مشاكل ممكن إن إحنا نتجنب إنه يحدث هذه الوفاة المفاجأة برضو بنصح إن إحنا نبتعد عن الممارسات الرياضية العنيفة وجدنا في بعض الأحيان إنه لو اللاعب تعرض لصدمة شديدة في الصدر وفي القلب دي لو جات في وقت معين في الدورة الكهربائية بتاع القلب ممكن تؤدي إلى وفاة الشخص رغم أنها ما تؤديش في وقت تاني بالزبط كده وبعدين بنصح إن كل الملاعب كل المدارس ومش عايز أقول إن إحنا كل محطات المترو الأماكن اللي فيها الزحام يبقى فيها جهاز اسمه جهاز الصدمات الآلي ولابد أن إحنا نعمل وعي لكل المواطنين على وسيلة الإنعاش القلب الرئوي بحيث لا قدر الله ممكن الأزمة القلبية المفاجأة دي تحدث في أي وقت بحيث أن كل المحطين اللي موجودين حوالين المصابدة يقدروا يعملوا له إنعاش للقلب والرئة والملاعب بيبقى فيه جهاز الصدمات الآلي ده جهاز صغير كده بيبقى موجود وهو الجهاز بيشتغل لوحده بيديك التعليمات حط كذا اعمل كذا اضرب كذا بحيث يدي صدمة كهربائية للقلب من خلال وجود هذا الجهاز في أماكن التجمعات ده ممكن ينقذ حياة أشخاص كثيرين برضو تكلم على علامات ارتفاع ضغط الدم وعلامات انخفاض ضغط الدم وتأثير ده وتأثير ده اللي كنا بنتكلم عليه ده الوقتي كان عند الشباب واللي هم أقل من 35 سنة يجي بقى نتكلم للجزء الثاني اللي هم كبار السن طبعا هناك أسباب كثيرة للموت المفاجئ في كبار السن أولها وأهمها هو حدوث جلطة في شرايين القلب وخاصة الجلطة دي لو جلطة كبيرة وأصابة شريان كبير في القلب ده ممكن يؤدي إلى حدوث وفاة للمصاب من ضمن الحاجات بقى اللي بتساعد أنك نسبة الكوليسترول في الدم تبع عالية والكوليسترول ده بيترسب داخل شرايين الجسم ومنها شرايين القلب يؤدي إلى ضيق الشرايين وحدوث زبحة يؤدي إلى انسداد الشرايين وحدوث جلطة في القلب فده من الأسباب المهمة اللي تؤدي إلى الوفاة وده نعالجه بأنك تاخد أوميجا ثري كل يوم وده نعالجه حسب نوع الدهون اللي عالية فيه كوليسترول وفيه دهون سلاسية وكل واحد من دول ليه أدوية معينة لعلاجها أيضا ارتفاع ضغط الدم زي ما حضرتك أشرت في البداية ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت ارتفاع ضغط الدم وخاصة لو إحنا ما إحناش عارفين لأنه ليه قاتل صامت لأنه ارتفاع ضغط الدم ملوش أعراض معينة شوية صداع شوية دوخة أخد أسبرينة أشرب كوباية شاي شاي ولا قهوة يقوم يروح الصداع وطنش لابد أن احنا نكتشف ارتفاع ضغط الدم من خلال أن احنا نقيس بانتظام ضغط دمنا بحيث أنه لو إحنا عندنا ارتفاع في ضغط الدم بنكتشفه مبكرا بنعرف السبب بناخد الأدوية اللي بنسيطر عليه المشكلة أن حد يبقى عنده ارتفاع في ضغط الدم ولكن مش عارف أو عارف وخد العلاج شوية ولا نفسه فهي دي الموقت يا دكتور كثير من المصريين يذهبون وياخدوا الدواء بتاع ضغط الدم ويقول لك وانا حفظا طول عمر ياخد الدواء انا ياخدوا ثلاث شهور وخلاص بأكواية وخاصة بقى لما يقيس ويلاقي الضغط انخفض ووصل طبيعي وخلاص انا لا ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول والدهوم في الدم دهية أمراض مزمنة ولابد أن المريض ياخد لها علاج مدى الحياة معقول يا دكتور؟ بالضبط مالهاش علاج خالص؟ ممكن احنا نزود الدواء ممكن نغير دواء بدواء ولكن لابد عشان صح ان يكون هناك دواء لابد ان يبقى فيه دواء والدواء دوت يبقى بيتاخد بجرعات معينة وما ينفعش ان انا اخد دواء وافضل ماشي عليه على طول وما تبعش لانه ممكن الدواء ده مع الوقت يوطي الضغط ممكن ما يبقاش القلب مستجيب والضغط مستجيب والضغط يفضل عالي فلابد من المتابعة المستمرة وده ما يمنعش انه بجانب الدواء ان احنا نغير نمط الحياة يعني لازم لازم ناكل اكل صحي نبعد عن الاطعمة دهون والنا حواء نقلل السكريات في الاكل وناكل خضروات بكميات كبيرة وفاكهة يبقى هو دوت الاكل الصحي بتاعنا ويبقى متوازن بالاضافة لكده بقى لابد ان احنا نمارس الرياضة ومش هنقول بقى ان احنا نروح الجيم ونروح النادي وعايزين نبس معين واشتراكات وفلوس وبتاع لا المشي رياضة المشي دي مهمة جدا مش بس بتعالج امراض القلب بتعالج امراض القلب وامراض كتير في الجسم نمشي نص ساعة في المرة ونمشي خمس مرات في الاسبوع ومش رياضة ومش ماشي يعني نمشي ماشي متزن ويعني هنمشي ربع ساعة ونرجع ربع ساعة دي عملية بسيطة جدا بنمرسها في اي وقت نص ساعة على ساعة يا دكتور نص ساعة خمس مرات في الاسبوع يعني يبقى في الاسبوع كله حوالي مية وخمسين خد لك بريك يومين بعد عن بعض بنفعش بقى اقول ايه طب انا عندي مية وخمسين دية في الاسبوع اروح واخدهم كلهم مرات غلا برد لان اخدهم ان احنا يبقى متوزعين ومش لازم كل يوم احنا بنقول انه خمس مرات بس في ما تكلمتنش على الماية يا دكتور على الايه المية شرب المياه شرب المياه من الحاجات المهمة جدا وانا بنصح بقى الرياضي الرياضي وهو بيمارس الرياضة انه تملي يشرب واحنا بنلاحظ دلوقتي انه في الملاعب وفي الجو الحر انه اسناء مباريات كرة القدم ان الحكم بيوقف المباراة وبيسمح للعيبة انهم يتناولوا المياه لانه تناول المياه ده من الحاجات المهمة اللي بتمنع حدوث الازمات القلبية والموت المفاجئة صحيح على اي حال كلنا عارفين هذه الاعراض ان هي اعراض خطيرة على القلب وعلى الانسان ولكن ربما كثير مننا لكان لا يعلم ان هذه الاعراض ممكن تؤدي للموت المفاجئة القاتل اصنامت ارتفاع دقت الدم وما يصاحبه من اعراض ضيق في التنفس قلة في النشاط الذهني والبدني اشياء كتير جدا ربما تعتقد ان هي اشياء بسيطة بتخلص زي ما كده ايه قال الدكتور شريف باع اسبرينة بكوباية قهوة والسلام عليكم ورحمة الله ولكن ولكن لو لقيت عرض من هذه الاعراض اللي اتكلمنا عليها في الفقرة ارجوك روح اكشف اعمل الفحوصات الطبية الكاملة اول حاجة اكشف على ضغط دمك لمدة خمس ايام اسبوع وقدم هذا الكشف للدكتور روح اعمل كرسم قلب روح لدكتور بطنة روح لدكتور قلب عندك اشياء كتير جدا ممكن من خلالها تقضي على شيء باسبرينة او بحبيت دواء واحدة في اليوم وتكون ريحت دماغك من تداعيات لا يعلم مداها الا الله دكتور شريف عبدالهادي عميد معهد القلب الاسبق نور النهاردة في السيديو صباح القرية مصر وتكلم معنا عن اهم ما دي الاخطار عن القاتل الصامت عن السايلانت كيلر اللي بيؤدي لموت عدد كبير جدا من شباب في مراحل سنية مبكرة نورتنا دكتور شريف وشرفتنا شكرا الله حضرتك شكرا يا فاندم وتمنياتي للصحة لكل القلوب المصريين شكرا لكم